ارتفع العزز في الميزان التجاري للأردن نحو 9% خلال أول شهرين من العام الحالي ليصل إلى حوالي 1.617.000.000 دينار مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي على ضوء تأثر حركة التجارة بتداعيات أزمة الشحن في البحر الأحمر بخاصة من دول الشرق الأقصى تقرير التجارة الخارجية لدائرة الإحصاءات أظهر أن الصادرات الوطنية تراجعت بشكل لافت بنسبة 23% اذ تم تصدير سلع وخدمات بحجم مليار و106 ملايين دينار بنهاية شباط الماضي وعلى مستوى السلع التقرير أظهر تراجع صادرات الحلي والمجوهرات نحو 12% البوتاس 42% فيما ارتفعت صادرات الألبسة وتوابعها بنسبة 13.2% ومحضرات الصيدرة بنسبة 45.5% تقريبا أما من جهة مستوردات المملكة في أول شهرين من العام الحالي تراجعت 6% لتبلغ مليارين و800 مليون دينار بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي أما أبرز السلع المستوردة جاء النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية إذ ارتفعت 5% تقريبا ومحضرات الصيدرة 35% وارتفاع مستوردات العربات بنسبة 20% فيما تراجعت مستوردات الآلات الكهربائية بنسبة 14.5% تقريبا فيما أظهر التقرير تراجع حجم التجارة الخارجية مع جميع الدول باستثناء الدول العربية إذ ارتفع حجم الصادرات لمنطقة التجارة العربية 17% والمستوردات منها ارتفعت 6.3% وباقي الشركاء الاستراتيجيين مثل دول التجارة الحرة لشمال أمريكا تراجعت تصادرات إليها 6% والمستوردات منها 18.5% فيما تراجعت تصادرات الوطنية إلى الدول الآسيوية غير العربية 61% فيما كانت تراجع أقل للمستوردات بنسبة 18% أما دول الاتحاد الأوروبي فقد سجلت تصادرات الوطنية إلى أسواقها تراجعا بنسبة 8% مع تراجع المستوردات منها 19% أمريكا ترجمة نانسي قنقر